لعب فانا عندي مشكلة ادفع وخدوا الاهل يطلب او الاهل يعرض النادي يطلب الدنيا مش ماشية كويس لو نرجع عدة اسابيع تحديدا اسبوعين اخر يوم قبل الاجهازة اللي خدناها قلنا لكم ان الموضوع يبدو انه بيقترب من انتهاء التفاوض لمصلحة الاهلي ليه قلتلكم كده؟ يومها كان الاهلي بدأ رسميا التفاوض رسميا مع هادرسفيلد يعني ايه رسميا؟ ما قبل رسميا ده كان كله كلام وسطاء ووكلاء وناس تسأل وناس تجيب عرض وناس تطلب وناس تقول والاهلي عايز كده وهادرسفيلد عايز كده والاهلي بيقدم كده يوم اخر خبر قلتلكم عليه ده كان الاهلي اول مرة يتقدم رسميا بالتفاوض مع هادرسفيلد ايه اللي حصل خلال الاسبوعين يخلي الموضوع؟ يبدو انه متعثر رمضان صبحي يبدو انه لن يستكمل مشواره مع الاهلي او يبدو انه سيعود لانجلترا ومن انجلترا الى اي نادي اخر يرى هادرسفيلد تعالوا نمسك القصة واحدة واحدة كالتالي ما اسباب تعثر انضمام رمضان صبحي من جديد للاهلي رمضان صبحي متضايق شوية من تعامل النادي مع سفقاته ده كل الكلام اللي جاي ده على لسان مصدر داخل النادي الاهلي اعتبر التعاقد مع كهربا وبعديه طهر طهر يعني ممكن تسميه لاوي ادراع عشان توقع وتنجز او عشان احنا بنجهز بدائل لو انت ما كملتش معانا فطب انتو جابتو طهر ما كنتوش كلمتو هادرسفيلد في الفترة اللي فاتت طب كهربا هو ايه الحكاية متضايق شوية ده في وسط التفاوض ولكن رمضان صبحي لم لم يظهر في اي مرحلة من مراحل الحديث مع الاهلي لفه دوران كان دايما خطواته بيحكيها للاهلي عايز اعود عايز اعود عايز احترف عايز احترف عايز اكمل مشوار اوروبين عايز اكمل مشوار اوروبين عايز فلوس كده عايز فلوس كده عايز ضمانات كده كان بيقول ما كانش بيلاوع ما كانش بيماطل كان موضح للاهلي كل افكاره خطوة بخطوة الاهلي يعلم ذلك واللاعب يعلم ذلك وبالتالي ما فيش خلاف على إن رمضان كان واضح من البداية وحتى الآن النقطة التانية كل الحاجات دي خلت رمضان يفكر في أوروبا هي اختيار أول بالنسبة لي أرجع أوروبا قال للأهلي كده قال لهم أنا عايز أوروبا قالها معانا تليفونيا بعد قوم أفريقيا للشباب قالها في عدة برامج أخرى إنه أنا الناس عارفة وجمهور الأهلي عارف إن أنا أوروبا حلمي إن أنا أتقلق زي ما بتقلق في مصر فأنا بحلم بدا وما زال على موقفه مؤخرا بالمناسبة بدأت تطلع شوية كلام كده إنه آه ده إكرامي الكبير كابتننا الكبير قال ألمح إنه إكرامي أو إن رمضان مش مرتاح إن شريف مشي فممكن يحترف فالناس بتقول إنه عائلة إكرامي صاحبة النسب مع رمضان لها يد في الأمر لكن الحقيقة إن الأمر عند رمضان نفسه لأنه أصلا شريف إكرامي كان رأيه واضح أصلا من زمان من ساعة ما كان شريف إكرامي أساسي مع الأهلي من سنتين لما كان هيدرسفيلد هيجيب رمضان للأهلي إعارة إنه ساعتها قاله أنا شايف إن الاحتراف أهم لكن عايز ترجع يرجع فمن ساعتها ما بيقولش رأيه في القصة دي إنه كل واحد مسؤول عن رأيه رمضان قالها أنا عايز أوروبا ولكن يبقى التفاوض مع الأهلي قائما مع النادي مع أنه طبعا اختيار الأول في مصر وفي العالم بعد أوروبا هو الأهلي النقطة الثالثة في كواليس أزمة التفاوض هي إن الأهلي شايف إنه الحاجة اللي ممكن تخلي رمضان يرجع عن فكرة الاحتراف الأوروبي إنه أصلا ما فيش عرض رسمي حتى الآن حتى الآن لنادي أو لللاعب أوروبيا وإنه الحاجة اللي مضمنا للأهلي إنه الموضوع ممكن يتغير إنه لو اللاعب وافق على إنه يكمل مع الأهلي إحنا من ساعتها هنكون إن شاء الله خلصنا ما وقفنا مع هادرسفيلد لكن هادرسفيلد ما يقفه مش واضح أو مش ماشي قوي في سكة الأهلي ليه؟ تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده الأهلي قال لللاعب هو بيقنعه أولا بإنه يقعد إنت عندك امتيازات لما تقعد في العقد الجديد لما نشتريك مش لما نستعيرك الموسم اللي جاي وهي إيه؟ فلوس هتحصل على 15 مليون جنيه في الموسم وده كلام كله على لسان مصدر داخل الأهلي لكن كمان هيكون فيه بونس كل ما تسجل ليك أهداف في العقد كل ما تشارك ليك فلوس في العقد كل ما تتوج ببطولات ليك فلوس في العقد زائد إن إحنا بنوعدك ببند واضح ورسمي وماضين عليه إحنا اللي اتنين يا رمضان بعد أول موسم ليك مع الأهلي لو جالك عرض أوروبي هنمشيك بشرط جزائي إيه هو الشرط الجزائي؟ الفلوس اللي إحنا دفعناها الهيدرسفيلد مثلاً 2.5 مليون جنيه سترليني يدفع أهلنا النادي الأوروبي اللي عايزك زائد 25% من الـ 2.5 دي لو في أول موسم لو بعد تاني موسم 30% دا كل دا الأهلي قالوا لرمضان في العقد اللي بيعرضوا عليه في الفترة اللي جاية نروح للنقطة اللي بعد كده وهي أعتقد إن هي موقف نادي هادرسفيلد طبعاً هو الأهلي حط البند الأخير دا علشان يقول لرمضان إحنا معاك إحنا عايزينك تدعمنا ومعاك في حلمك هتروح أوروبا وفي بند دا هون مش بنوعدك كلام شافوي ممكن يتغير مع تغير الإدارات أو مع تغير الأشخاص أو مع تغير المزاج لا دا في عقد في بند بيقولك كده هادرسفيلد بقى مش عايز رمضان علشان عايزه يتمرن معاه علشان عايزه للموسم اللي جاي في الدور الإنجليزي هو عايزه علشان شايف إن رمضان أحد أهم ممتلكات النادي اللي ممكن تجيب له فلوس الفترة اللي جاية وبالتالي قيل لرمضان ارجع مش عشان أنا عايزك تلعب معايا تستعد للدور الجديد أنا عايزك معايا عشان أحميك وسوقك وتجيب لي فلوس كويسة لو مشيتك إيطاليا بقى يونان والله مصر ما عندش أي مشكلة لكن تعالى هادرسفيلد بيقول إن جاي له عرضين من بيرامدز في رغبة وليس عرضا رسميا حتى الآن بالمناسبة بيرامدز بينفيلي 100% إنه تقدم له عرض لرمضان لكن أنا بقول لكم من ناحية التانية بتقول إيه وعرض آخر ودي المفاجأة من الزمالك لكن مش مجلس إدارة الزمالك اللي مقدموا هادرسفيلد وإنما وكيل لعبين حصل على موافقة من الزمالك إنه يتفوض باسم الزمالك ويزود على عرض الأهلي مليون جنيس تليني ومية فبدل ما يكون 2.5 مليون جنيس تليني يبقوا 3.6 مليون جنيس تليني باسم الزمالك اللي غرضوا من ده إما إنه يزود الفلوس على الأهلي فالأهلي يزود فاطبوز الصفقة دي أو إنه يزاحم الأهلي فربما يغير رمضان صبحي موقفه الواضح بإن أنا مش هلعب في مصر للزمالك هلعب ممكن للأهلي وممكن بقى لقى حاجة تانية لكن مش الزمالك ممكن أنت عارف يا أولويات فنيا ثم ماديا ما حققتش الفنيا أحقق الماديا والله الماديا المادي بقى ده كان من الزمالك نفسه دي الكورة رمضان ما بيقولش كده دلوقتي لكن أنا بقولك ممكن كل حاجة تتغير لو كان عرض الزمالك جديا وهو ليس جديا حتى الآن لكن في ورقة معايا 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 مع برنامج المطش باسم الزمالك إنه بيتفوض مع هادلسفيلد لضم رمضان صبحي النقطة التانية بقول معايا تالت ورابع وخامس معايا عشان لو تنفت أنا هتطلعها لكم في يوم الأيام هادلسفيلد أرسل للأهلي واللاعب بشكل رسمي عودته لإنجلترا يا رمضان أنت بتاعنا من يوم 30 يونيو لو سمحت ما تلعبش مع الأهلي ودي أصلا رمضان لعب مع الأهلي ودي فهادلسفيلد متضايق طب يا رمضان لو سمحت اعمل حسابك أن يوم 10 النهاردة كام؟ 7 بعد 3 أيام تكون عندنا رمضان رد أنه تمام بعد عن التدريبات خلاص حقكم أنا بتاعكم لكن معلش النهاردة الجمعة بكرة السبت ممكن أبدأ أخد إجراءاتي يوم الحد فممكن إجراءات السفر والفلوس والPCR والانتقال من مصر الإنجلترا والمطارات والكلام ده كله تاخد وقت يعني توصل لعشر تيام تقريبا فأنا أول أنا وعدكم مش هتمرن خلاص بس جاي معنى كده إيه؟ رمضان صبحي مش هلعب مطش أمبي كده كده مش هلعب مطش الانتاج الحربي كده كده قد يطول الودة أو تقل لو الأهلي موقفه مع هادرسفيلد تغير وبالتالي حتى الآن رمضان ما بعد انتهاء العرق لم يعود لاعبا في الأهلي فعشرة أيام ممكن خلالها يكون في إنجلترا بيتمرن ونشوف صوره مع هادرسفيلد اللي مش عايز يتكلم في الإعلام لكن الرئيسه أو مالكه من أيام قال إحنا محتاجين فلوس إحنا بعد أزمة الكورونا مش شايفين قدامنا هو رجل أعمال كبير النقطة الثانية في كواليس أزمة التفاوض مع رمضان صبحي والأهلي إن اللاعب قال لوكيله وأحد المسؤولين عنه في مفاوضاته مع الأهلي إن رغبته هي إن نلعب في أوروبا ولكن حتى لو ما رحش أوروبا ما عندوش أي مشكلة منلعب في دوري خاليجي بيكون بيلعب في دوري أبطال أسيا مثلا فلوس كويسة مثلا أنا ما عنديش مشكلة وطبعا في مصر أنا عايز الأهلي لكن أنا عايز أخرج مع الوضع في الاعتبار إن عنده ترانسفير ماركت بعد أولمبياد توكيو فممكن يعرض نفسه مرة تانية ويتقلق هو يمكن اللي عطى الرمضان إنه بعد قم إفريقيا تصاب إصابة طويلة فمظهرش بالمستوى اللي يجيب له عروض رغم إنه في قم إفريقيا كان أحسن لاعب في البطولة فينتظر حتى الآن العروض المميزة اللي ينتظرها خلال أيام عرض ليه هو يتديل هادرسفيلد غير العروض اللي عندنا ديئة الإنجليزي نفسه نقطة تانية أعتقد أخيرة إن هادرسفيلد قال اللي لعب أنت مشتر على أي مطشط تانية وده حكيته معاكم من شوية